شكراً للمباراة للمباراة شكراً للمباراة 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 ومع المنزلين الذين يتواجدون من قبل الامر من الألمبيك لدينا الكثير من المنزلين الذين يتواجدون من قبل الامر هل لدينا مجموعة لعبين رجعون من مشاركة مع المنتخب الإنبياء؟ بعض المنزلين الذين يتواجدون من قبل الامر وكان يحتاجون أن يدخلوا في البيتب ولكن أنا مجموعة لأنه مهم جداً لنا في المنزلين نعلم أنه قد أهم شيء بالنسبة لنا اليوم الثلاثنقات نعلم أنه قد أصبح فيقسا في الفريق في الفترة الحالية ولو فترة من شهر مارش تقريباً ما شارك مع نهاية الدولة الأسبانية ننتظرين أنه يأتي معنا ومنتظرين اللعب الروماني سيكون متواجد مع الفريق ولكن أنا أعتقد أنه من الكثير من المنزلين ولكن الآن سيكون متواجد ولكن لا يوجد أن يكون الفريق في جاهزيته لا يوجد حالياً ما يريدون ولكن حالياً الجميع يبحث عن الرتم الذي يبحث عنه المدربة أو الذي يريد أن يدرب من الفريق الجمهير الأهلاوية دائماً يبحث عن البطولات والفريق الأهلي فريق دائماً مرشح لأي بطولة يدخلها يعني ما نعيد الجماهير من خلال هذه الدورة وإحنا في بداية الموسم أنا عارفنا في بداية الموسم فهو شخص يعني في حياته ما يعطي وعود هو كشخص يعني في حياته من يعطي وعود لأنه يصدق من الجميع السحر لكن يصدق من الجسد أنه دائماً سهل أو السهل يقول أي شخص أريد أن أشتغل الأهلي والجميع عمل بجدية وعمل بإجتهاد أريد أن أشتغل الأهلي والجميع عمل بجدية وعمل بجدية وعمل بجدية شكرا جزيلا شكرا لنادي الأهلي السيد فلدان متحدثا عن فوز فريقة من خلال هذه المواجهة وعن العمل الذي سيقدمه من بداية هذا الموسم إحصائية المباراة نشاهد إحصائية المباراة هنا 1-0 طبعا لفريق الأهلي التسديدات 10 للباطن 9 لفريق الأهلي وأيضا هنا التسديدات في المرمى 3 مقابل 4 التسديدات خارج المرمى 7 مقابل 7 أو 6 الأخطاء المرتكبة 16 مقابل 18 والركنيات 5 مقابل 5 والتسلل 3 مقابل 2 وأخيرا الاستحواذ 55% بالنسبة لفريق الباطن مقابل 45% لفريق الأهلي ودائما نقول أن الاستحواذ يعني في كثير من الأمور الاستحواذ يعني لا يجلب النقاط اليوم نشاهد اشتركوا في القناة